السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم متابعين لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس هناك أعراض كثيرة لمرض حصى المرارة قد يشكو منها المصاب بحصوات المرارة ومنها ألم شديد في الجهة اليمنى العلوية من البطن أو منتصف البطن ويمكن أن يصاب المريض بألم في الظهر والكتف الأيمن وأيضا غثيان دائم ورغبة في التقيق وأيضا نلاحظ تعب وإرهاق عام للجسم في أبسط الأنشطة اليومية وأيضا ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى ما يصل 40 درجة مؤوية وأيضا إصفرار بياض العيون والجلد وأيضا نرى سوء هضم وعدم القدرة على تحمل الطعام وخاصة الدهون والطعام الذي يحتوي على كميات كبيرة من الدهون العالية أتمنى لكم دوام الصحة والعافية